يا دكتور انا ضغطي اواطي على طول يا دكتور كل ما روحي الصيدلية عيس الضغط على اي 90 على 60 اعمل يا دكتور يا دكتور انا روحت مرة كشفت قالولي خد نقط بحطها كده على شوية مية ترفع للضغط انا باخد اقراس بالليل عشان من غيرها ضغطي بيوطى اعمل يا دكتور في الضغط الواطي يا لهوة على اهمية الموضوع ده وناس كتير للأسف بتاخد علاج غلط بسبب الضغط الواطي النهاردة هنتكلم عن موضوع ده ويا ريت لو تهتموا اوي وتشعروا الحلقة دي لان موضوع بيهم ناس كتير اوي وناس كتير اوي عندها ضغط واطي الضغط ده اولا هو ايه خلينا عدل المايك كده عشان تسمعوني كويس يارب يكون الصوت والصورة حلوية الضغط هو القوة اللي العضلة بتاعة البطين الايصر او بتاعة القلب بتضخ بيها الدم في شرايين الجسم زي زمان ما اخدنا في العلوم لو انتم فاكرين القلب ده نص يمين ونص شمال وكل نص اوضة اسمها الاوزين واوضة تانية اسمها البطين ففي اوزين وبطين يمين واوزين وبطين شمال اهم واحد فيهم واكبر واحد فيهم اللي هو الاساسي اللي هو القلب البطين الايصر والبطين الايصر ده هو اللي بيدخ الدم في الاورطة والاورطة ده اول ما بيطلع من القلب في نص السدر كده زمان قلنا القلب في نص السدر بيلف ويدي فراعين للمخ الشريانين بتوع الرقبة دول الشرايين السباتية وفراعين للدراع وبعدين الأورطة ينزل ويدي فروق للصدر وبعدين يعدي من الحجاب الحجز ويدي فروق للبطن والكبد والكلة وبعدين يتقسم واحد للرجل مين واحد للرجل الشمال فالقلب عايز ضغط البطين الشمال عشان يوصل من راسي لحد رجلي فلازم ضغط والضغط ده لو زاد قوي يضر الشرايين ويدر العين ويدر المخ ويدر الكلة ويدر الكبد ويدر الأوعية الدموية ويدر العرلة لأنها بتضخ بضغط عالي لكن لو قل مايبقاش مشكلة إلا لو قل قوي يعني عاملت زي العربية حمولتها أربع تنفار طب ركبتها أربع تنفار تمام الضغط 120-80 تمام ده المظبوط 120-130 طب ركبتها خمس تنفار الضغط 150 تقيل شوي على العربية مش قادرة تزوء طب الضغط 170-190-200 ركبتها عشر تنفار المطور يبوز مش قادرة طب ركبتها ثلاث تنفار مصلحة الضغط 110 طب ركبتها نفارين بس العربية بقت خفيفة طب ركبتها نفار واحد بقت ضغط 170-190-60 عادي ده مصلحة ده تبقى العربية بتجري والمطور مش عامل مجهود اللي عنده ضغط واطي ده بقوله ده انت ربنا بيحبك يا مختك ده انت زي الفل ده انت حلو قوي قوي كده انك مش عامل ضغط على القلب مش عامل حملة على القلب احتمالية ان يجي لك مشاكل في القلب وتضخم في القلب وجلطات في القلب وأزمات في القلب احتمالية ضئيلة جدا يا مختك يا محظوظ ربنا يكرمك ربنا يباركلك إلا لو واطي قوي 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 وعمل دوخة ساعتها اقولك نعمل ايه وافرح اوي اقولك اترخيرك وازعل قوي لو لقيت واخد برشام ولا نقط تعلي الضغط طب ليه ما تسيبه يا اخي اصلي تسعين انت عايزه مية ليه ما انت مبسوط كده عربية وركبها نفر واحد ومبسوطة ما تعالجش واحد عنده ضغط واطي لمجرد ان الرقم واطي وتدي له نقط تعليه انت كده بتقزيه كده بتزود الحمل على القلب وتقزيه امتى نعالج الضغط الواطي في حالة واحدة لو واطي لدرجة انه مش قادر يقف بيدوخ ويقع بيجي له اغماءات وساعتها مش هتدي له نقط ترفع الضغط ده انا لما اخذ كده انا بقى عامل زي كويتش نايم فاته بتنفخه الكويتش فهينام تاني انت ما عليكتش السبب فيه فيه اطع في الكويتش فلازم تلحمه فالضغط الواطي هو ليس مرض هو عرض لوجود مرض تاني نشوف ايه بقى المرض اللي موطله ضغطه عنده انيميا عنده افراز الغدة الدراكية قليل عنده مشكلة في الغدة اللي فوق الكلة عنده الكورتيزون قليل عنده حاجة في الهرمونات عنده نزيف عنده نقص في كرات الدم عنده مشكلة في العصب السنبساوي لما تتحل المشاكل دي ساعتها الضغط يعلى فالضغط الوقتي ليس مرض وانما هو عرض لوجود مشكلة لو عليكتها الضغط يتضبط وتسعين في المئة غالما المشكلة بتبقى انيميا تلاقي واحدة مثلا سنها عشرين سنة مش عارف ما بتكونش كويس الدورة زيادة شوية عنده نزيف في الليسا عنده نزيف من مرخيره عنده كرحة في المعدة بيسهر كتير وبيشرب شيء وقهوة كتير فجاله انيميا لو اديته بقى فيتامينات وعالجت المشكلة بتاعت الاوعية الدموية ومش عارف علجت لها مشكلة كرحة المعدة ولا الدورة ولا لو مشكلة نفسية ولا تروح لدكتور ليسا ولا دكتور بتاع سناني يزبط الليسا ولا دكتور بتاع مرخير يزبط النزيف ولا دكتور بتاع جهاز عظم يظبط الارتجاع والمريء ولا تحسن الحالة النفسية بتاعتك تلاقي بعد كده الضغط عيلي تاني بدون دواء فإوعى تاخد دواء يعلي الضغط الواطي لو مفيش معاه أعراض ولو فيه معاه أعراض عالج السبب مش تاخد نقط ترفعه خلاص النقط دي أديها عشان أرفعه كم يوم كده لحد ما السبب يتعالج كان نزيف لحد ما نقله دم كان عنده ضعف لحد ما تديله فيتامينات تديله حقا مقويات لكن ما استخدمهاش كعلاج أتمنى تكونوا استفدتوا المعلومة دي أنا تعيبت قوي أهو والمايك ويع مني ومجهود ونرفزتوني خلته ضغطي يعلى وبالمناسبة لوحد ما يقسش الضغط هو متنرفز ولا هو متضايق كنت هقع وراي في الكبر ده يقس وهو قاعد وهادي ومرتاح لأن الضغط دايما بيعلى مع النرفزة والكلام فالطبيعي أن الضغط يبقى 120-130-180 زاد عن 140-150 يبقى ضغط عالي قال عن 100 يبقى ضغط واطي 90 يبقى ضغط واطي أقل من 90 يبقى واطي قوي بس لو واطي كرقم من غير أعراض قولي الحمد لله وما تتكلمش ولا تقولي بقى أكل ملح ولا أشرب قهوة ولا بتاع آخر حتة بقى أعمل إيه عشان أرفع الضغط بدون دواء تلت حاجات مش عارف نقولهم في الفيديو دولا نقولهم في الفيديو تاني نقولهم في نفس الفيديو تلت حاجات وممكن نبقى أن نقسمهم في الفيديو هين يرفعوا الضغط الواطي بدون دواء تلت حاجات يرفعوا الضغط الواطي بدون دواء أول حاجة شرب القهوة وشرب القهوة يصرع القلب فيخلي المضخة تشتغل أكتر فيرفع الضغط بس ما بحبش الحركة دي لأنها بتصرع القلب والناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين ومشاكل في تصرع القلب بيتعبوا من القهوة الكتير آآ تاني حاجة تاني حاجة ترفع الضغط أنك تاكل ملح ودي الناس كلها عارفها يقول لك كل ما تخلل كل حاجة حدقة وده يرفع الضغط بس يعب مياه كتير في الجسم ويخليك تشرب مياه كتير وده ما بحبوش في مرضى الضغط العالي ما بحبوش في مرضى الشرايين ما بحبوش في مرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى بيبقوا أصلا مورمين فلما ياخدوا حاجة فيها ملح فيورموا أكتر وينهاجوا أكتر وجسمهم يعبوا مياه أكتر ما بحبوش في الناس اللي عندهم ضعفة في عضلة القلب الضغط بيبقى واطع عشان العضلة ضعيفة. فلما ياكلوا ملح بيعبوا مية اكتر وينهاجوا اكتر. فما بحبش الطريقة التانية. اللي عند ضعف عضلة القلب ده ياخد دواي اوه عضلة القلب ده ضغط وايعلة تاني. الطريقة التالتة اللي ترفع الضغط. بينخير دوا يعني. هو انك تشرب سوائل كتير. تشرب مية تشرب شربة تشرب عصير تشرب لامون تشرب عصير برطقان تشرب حاجة سخنة. دي تقوم تعبي سوائل زيادة في الجسم فترفع حاجة حدقة بترفع الضغط بس بتعبي في الجسم مية فتخلي الواحد ينج ويورم. بلاش بقى حكاية القهوة والملح. التالتة انك تشرب سوائل كتير. تشرب عصير سوائل كتير شربة بليلة اي حاجة. واخر سؤال هو الكركديه يرفع الضغط ولا ينزله والساعة يرفع والسخن ينزل لا. في الاخر اعشاب تشربها هتزود حجم الدم فترفع الضغط. ففي الحالتين الكركديه معرفش بقى الفرق من الساعة والسخن بس الاتنين مجرد انك انت شربت حاجة فترفع ضغطك. والعرقسوس يرفع الضغط. بس ده يرفعه قوي لدرجة بخاف المرضى اللي عندهم الضغطة اسناء الصيام انهم يشربوا عرقسوس. فالعرقسوس هي الحاجة الرابعة اللي ترفع الضغط وترفعه بسرعة. لو واحد ضغط واطي ومطمن ان الضغط مش عالي ومش عايز يشرب قهوة تصرع له القلب ولا ياكل ملح يعبيله جسمه مية ولا قادر يشرب سوائل كتير يشرب كوبات عرقسوس. ترفع الضغط عشرة خمستاشر نمرة. قلتلكم هي اسرار ترفع الضغط. عاملكم حلقات تانية عن الضغط الواطي ودي كده تبقى لمة كل حاجة عن الضغط. اتمنى تكونوا استفدتم من المعلومة دي وابوس ايديكم شايروها. لان انا تعبت فيها. وكل واحد عنده ضغط واطي او دوخة يتفرج عليها ويشايرها لصحبه. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل وانا ساعان. واتوقع ان يكون ضغط يوطي دلوقتي. تحياتي ليكو. اتمنى شوفكو على خير في رعاية الله.